بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر للبنات. اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس ويريد تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم عشان يوصل لاجبر عدد من المتابعين. اه ولايك يا بنات شكرا لكل تعليقاتكم الايجابية اللي بتشجعني اعمل فيديوهات اكتر شكرا لكم من قلبي. النهاردة بازن الله اه حلقة اليوم هتكون مميزة جدا جدا. اه هتكلم عن منتج اه قالب السوشيال ميديا. اه اسئلة كتير جدا جات لي من البنات اه على المنتج ده. اه هقول لكم مكوناته طريقة استخدامه التكنيك الصحي لاستخدامه اه بيعمل ايه بالزبط. اه وليه عامل ضجة كبيرة في جروبات الانلاين وفي كل التطبيقات. النهاردة بازن الله هنتكلم عن جل الانف الكوري لازالة الرؤوس السوداء والبيضاء من البشرة. بنات كتير سألتني عن المشكلة دي وبنات كتير جدا 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 بتعاني من مشكلة الرؤوس السوداء والبيضاء. وعايز حل نهائي لان احنا جربنا حاجات كتير جدا جدا. ونتجتها نتيجة وقتها يعني ادوب يومين تلاتة ونلاقي البصور والرؤوس السوداء طلعت تاني في البشرة. وخاصة اصحاب البشرة الدهنية بيعانوا من مشكلة الرؤوس السوداء والبيضاء بطريقة كبيرة جدا جدا جدا. النهاردة جبت لكم الحل السحري هتدعولي والله لو جربته منتج يعني فعلا يستحق ان احنا نرفع له القبعة. اختراع كوري منتج مستورد حجمه اتنين وعشرين جرون. يعني انا جربته منتجات كتير جدا جدا لازالة الرؤوس السوداء والبيضاء. جربت خلاطات كتير جدا جدا. المنتج اللي استريحت عليه وجاب معي نتيجة جبارة. فعلا هو جل الانف الكوري. آآ ده لازم تستخدميه في روتين تنظيف البشرة. لازم يكون على تسريحة كل كل سيدة. بجد عامل اكتساح يستاهل كل جنيه بيتدفع فيه. يستاهل كل جنيه بيتدفع فيه. بس المهم اتبع التكنيك اللي هقوله لك بالخطوات بتاعته. علشان توصلي لنتيجة المرجوة منه. آآ لما نيجي تستفنات كتير جدا لما اخدته مني واشترته من الجروب. قالتلي ده هو متجمد. قلتلي ما تقلقيش. لان احنا طبعا فترة الشتاء والبرد آآ الجل بيتجمد بتحول لمادة كده زي الكويتش. بنعمل احنا ايه بقى بنجيب آآ آآ مج فيه ميا دافية وبنحطه فيه بيرجع يتحول تاني لسائف. ما نقلقش خالص من الموضوع ده. الجل ده بيحتوي على خلاصة الالوفيرا. ومكونات تانية كتير جدا جدا جدا. آآ ده سر التركيبة بتاعته الكورية. فيه فيتامينات. وفيه خلاصة الالوفيرا. آآ اهم خطوة قبل ما نيجي نستخدمه لازم نفتح المسام. هنفتح المسام ازاي? نفتح المسام لازم نعمل آآ حمام بخار. آآ بجهاز البخار. الناس اللي ما عندهاش جهاز بخار تستخدم فوطة سخنة على المنطقة اللي عايزة تشيل منها الرؤوس السودة او البيضة منطقة النوز او القورة او الدق. بنجيب فوطة سخنة ونحطها عليها بحيث المسام تتفتح. ايه فايدة الخطوة دي? الخطوة دي بتفتح معانا المسام بتخلي الدهون اللي جوه الرؤوس اللي جوه بشرتنا بتبقى لينا بحيث تطلع معانا بسرعة لما نيجي نشد الجل. آآ اول حاجة بعد وعملنا خطوة آآ حمام البخار لبشرتنا او المنطقة اللي عايزين نشيل منها الرؤوس. بنجيب آآ كمية كويسة من الجل يعني ما تسترقى آآ ما تبخليش على نفسك. حط حتة كبيرة وآآ وما تلاحوسيش. يعني نحط حتة كبيرة وبسرعة كده. وبعدين بيجي معايا ورق اهو. زي ما انتم شايفين ورق زي ورق الزبدة كده. نضغط على الورق على المنطقة بحيث نتأكد ان الورقة لزقت كويس جدا جدا في الجل. وبعدين هنسيبها آآ ربع ساعة. هنسيبها ربع ساعة او نص ساعة. كل ما تسيبها كان احسن. يعني ما حبت سيبوها نص ساعة بحيث تنشف قوي. وتشدي بقى بالراحة كده هتلاقي بلاوي طلعة في ايه الورقة. هتلاقي كمية رؤوس بيضة وسودة. انتم عمرك ما شفتها في حياتك قبل كده. زي ما قلت اختراع كوري يستاهل يترفع للقبعة فعلا. لازم آآ التكنيك ده نستخدمه لما نيجي نستخدم آآ او نعمل تنظيف البشرة بتاعنا. وبس الحلوة اللي في الجل ده كمان ان هو مش بس بيطلع لنا الرؤوس السودة والبيضة. لا ده بيقبض المسام بيصغر المسامات آآ وبيخلي شكل البشرة جميل وبيفتح البشرة كمان. يعني مش بيسيب المسام واسع كده بعد ما الرؤوس تطلع. لا بيقبض المسامات. مش هتحتاج كمان تحطي بعضه. يعني مش هنحتاج نحط نقبض المسامات بعده. هو قابض كمان. يعني هو مزيل للرؤوس السوداء وقابض للمسام. وبيصغر مسام البشرة. طبعا احنا عارفين ان الرؤوس السودة دي مشكلة المشاكل. مشكلة المشاكل لكل البنات. بالذات اصحاب البشرة. خصوصا اصحاب البشرة الدهنية. بتدي مظهر وحش جدا جدا جدا. لو انت حطى ميكوب. شكل الميكوب هيزهر مش طبيعي خالص. ولو انت مش حطى هيقول لك ايه البصور اللي ببشرتك دي. ايه النغة السوداء اللي ببشرتك دي. يعني شكلها مش محبب وهتسبب لك احرق. آآ موجود طبعا في كل جروبات الانلاين. سواء على الاستجرام. او على الفيس. موجود في كل الجروبات. اهم شدة تكوني واسقة ان الجروب اللي انت شرية منه ان هو بيبيع منتجات اصلية. لان زي ما قلتلكم. تلات تربع المنتجات اللي في السوق موجود منها الاصلي. وموجود منها التقليل. لازم تتأكد المنتج اللي انت بتشتريه ده يكون الاصلي عشان يجيب معك نتيجة كويسة. ما تروحيش تسترخصي. ما تسترخصوش يا بنات بتروحي تجيب منتج رخيص. وتيجوا تقولوا لا لا ده وحش ما اعملش نتيجة. ما انت كده بتعملي سمعة سيئة للمنتج الكويس. آآ بيشيل تمانين في المية او تسعين في المية من الرؤوس السوداء. هي لعبوها صغيرة جدا بس فاكم مياه كبيرة جدا مركزة يعني حلوة اوها تكفيك يعني حوالي شهر معاك اتفضل معاك شهر يعني انا مش بنعمله كل يوم يعني او مرة في الاسبوع. آآ في النص الساعة دي هتلاقي بشرتك اتحولت المسام صغرت معاكي. كل الرؤوس طلعت. آآ احنا طبعا جربنا كتير وجربنا اللاصقات وجربنا الخلطات وجربنا الاسكربات والغسول حاوله محيط الانف بس بيجيب نتيجة وقتية والرؤوس بتظهر تاني بسرعة جدا جدا. لو انت عندك مناسبة سريعة كده هيبقى حلوة قوي قوي معك هينجز معاكي. آآ تنظيف بشرة سريعة كده. عن تجربة الشخصية يعني ده افضل شيء الفترة الاخيرة انا جربته. يعني جربوه ومش هتندمه. المنتج ده انا براهن عليه. يعني حجمه اتنين وعشرين جرام. آآ بيجي معايا ورق كتير اهو. ولو الورق ده خلص نعمل ايه برضو بانات بتسألني. هنرميه? لا. هنرمي الجل هنسيبه لأ نجيب ورق زبدة ونقطعه بنفس الحجم كده وبنستخدمه. ممكن تستخدميه على منطقة القورة. ممكن تستخدميه على منطقة النوز. وممكن تستخدميه على منطقة الجبهة. آآ لو انت جربتيه. اكتبي لي انا عايزة كل اللي جربه. يكتب لي الرأي بتاعه في التعليقات. آآ انا زي ما قلت لك الخلطات والسكرابات والغسول بيجيب نأ مش بيجيب نتيجة لأ بيجيب نتيجة بس نتيجته بتبقى وقتية. النتيجة بتاعته بتبقى وقتية. فاللي جرب جل الان فيقول لي في التعليقات يارين. اللي هيعانوا من الرؤوس السودة مين? اكتر ناس بتعاني من الرؤوس السودة هم اصحاب البشرة الدهنية. لازم نستخدم غسول كويس. لازم نستخدم واقع الشمس كويس. لازم نستخدم مرتب كويس. يعني اصحاب البشرة الدهنية بالذات خصوصا لما يجوا يدوروا على منتجات لبشرتهم. لازم يختاروا حاجات بعناية. لان بشرتهم بتبقى يعني الدهون بتبقى فيها كتير جدا جدا عن البشرة الجفة والبشرة المختلطة. آآ فلازم نستخدم غسول وواقي ومرطب يكونوا مناسبين. لازم نعمل تنظيف لبشرتنا. لازم نعمل تنظيف وقبض للمسام لبشرتنا. ما نسيبش بشرتنا كده معرضة للطراب ومعرضة للأوساخ ومعرضة للشمس وخلاص. لا لازم ننضف بشرتنا يا بنات نهتم بتنظيف البشرة تنظيف البشرة بيفتح معك البشرة بيجدد معك خلايا البشرة بيقلل المسام بس حمام البخار طبعا زي ما قلتلكم ما نستخدموش عمال على بطال لأي مرة واحدة كده في الشهر ولو عملنا الجل ده نستخدمه كل اسبوع بس استخدام بسيط يعني ما نقطرش قوي. المنتج ده تقييمي ليه يعني ادي له مليون مليون في المية والله. في بنات بتسميه جل النوز يعني لما انت راح تشتري تقول عايزة جل النوز. الجل ده كوري يستحق الضجة اللي معمولة عليه. ايوة طبعا يستحق الضجة اللي معمولة عليه. انا عايزة كل اللي جربه يا بنات يكتب لي رأيه في التعليقات ومعا الورق اهو ده الرشدة بتاعته كلها بالكوري ما فيش ولا كلمة عربي وهو نفس الحكاية معلوش ولا كلمة عربي ومعا ورق كتير اهو. لو زي ما خلص قلتلكم تجيب ورق زبدة وتقطعه بنفس الحجم. اختراع كوري يستحق التجربة. شكرا لاستماع.